يوم الأحد الماضي في أهل الذكر شيخ كريم مع حضرتك ومشاهدين الكرام عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة والحرير والخمرة والمعازف ثم قلنا أن بعض العلماء قالوا إنه من معلقات الإمام البخاري رحمه الله ولذلك ضعفوا الحديث وتكلموا في السند وتكلموا في المكة ولذلك يعني أباحوا الموسيقى أو ما شابه ذلك وبدأنا الحديث نفند ونرد عن بعض الشبهات حول السند أولا واليوم نكمل حديثنا مع فضيلتكم بإذن الله نعم شكرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام رب الشح لي صدري ويسر لي أمري وحل وعقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا من جعلته سهل وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل نعم حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة والحريرة والخمر والمعازف هذا موضع الشاهد فالحديث أطول من ذلك ذكرنا في اللقاء السابق أن هناك منطعنا في السند وسنكمل الكلام حول السند قبل أن نتكلم عن المتن لأننا نسلم الأول صحة الدليل ثم نتكلم عن المستنبط أو نتكلم عن المدلول أو المتن لكن الأول نشوف الدليل لأنه الأول لما نصح الدليل إبقى لا حاجة لنا أن نتكلم عن متنه ولا أن نرد عن ما أسير حول متنه فلابد الأول أن نحرر السند تماما وأن الحديث صحيح وليس كما قال من قال أنه لم يصح نركز النقد الذي يوجه للحديث في سلاسة أمور أو سلاس نقاط الأول أن البخاري علق الحديث يبقى الحديث معلق النقد الثاني أن الحديث فيه اضطراب في سنده في الراوي الأعلى أو الصحابي النقد الثالث أن الحديث مداره على هشام ابن عمار وهو راوي وتكلم فيه إبقى دي سلاسة أمور النقد اللي ورد في السند حول هذه الأمور السلاسة بالطبع نحن لا نبسط الكلام كثيرا لضيق الوقت لكن نحن نضع رؤوس العنوين نأتي للنقد الأول الذي يوجه وأن الحديث علقه البخاري إيه الحديث المعلق ده؟ حتى بس الجمهور يعرف الحديث المعلق فيه انقطاع في سنده من ناحية من أخرج الحديث يعني لو البخاري أخرج الحديث يبقى فيه قطع ما بين البخاري وبين من روى عنه الحديث ولا شك أن الحديث المعلق حكم عام كده حديث في انقطاع وحديث ضعيف من أقسام الحديث الضعيف ده على العموم على العموم في غير لما تكلم عن البخاري الحديث المعلقARRY الذي فيه انقطاع حديث ضعيف قد يقول انقطاع في روى واحد من ناحية المخرج للحديث وقد يكون انقطاع في كل السند يعني أحيانا البخاري يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام هل البخاري يشاهد رسول الله أو سمع منه صلى الله عليه وسلم فده اسمه معلق حزف السند بكامل وحيني نحزف السند حتى الصحابة يقول عن ابن عباس أو كذا أو قال ابن عباس أو عن التابعي فكل دي صور للحديث الحديث المعلق أصله حديث ضعيف إبقى الأول من تقد عليه هذا الحديث أنه البخاري علقه وقاله طالما علقه وابن حزم قال أنه علقه إذن هو لم يصح وابن حزم قال لم يصح في المعازف حديث واحد بل قال كل أحديث التي وردت في المعازف والموسيقى كله حديث موضوعة وباطلة طيب هل نرد على النقطة الأولى دي أن الحديث معلق قبل بخاري عليه رحمة الله لما قال في هذا الحديث قال قال هشام ابن عمار هشام ابن عمار ده شيخ البخاري وأخرج له أحديثا أخرى في الصحيح والتقى به وسامع منه كون البخاري يلتقي بهشام ابن عمار ويسمع منه ثم يقول قال هشام ابن عمار ويتهم أن هنا أن في الحديث انقطاعا معنى ذلك أن البخاري من المدلسين بل ومن الكذابين وهذا ليس حاصل لم يقل أحد من أهل العلم أن البخاري من المدلسين لأنا هفترض شئ أخ هفترض أن البخاري قال عن هشام ابن عمار لم يقل قال لأن احنا ذكرنا في المرة السابقة أن البخاري في التاريخ الكبير وكتاب البخاري يذكر الأحديث المتصلة بقالة لا يقل حدا ثاني كثيرا يقول قالة في الأحديث المتصلة لذا نجد من العلماء من قال قالة هنا كحدثني أو أخبرني أنها يعني إيه ليس كالعنعانة لا إحنا هنفترض أن البخاري عن عنه اللي هي العنعانة تحتمله السماع وعدم السماع هنفترض البخاري قال عن هشام ابن عمار تبقى لحضرتك طيب العنعانة هنا دي يعني تحتمل أنه سمع منه أو سمع من غيره أو لم يسمع منه عن عنها هنفترض كده طيب البخاري طيب إحنا لو قلنا عن ننظر هل منعنعن من المدلسين أم من غير المدلسين نرجع إلى كتب طبقات المدلسين في الراوي نفسه أيوة خرج الحديث خرج الحديث البخاري ده هو قال عن هشام ابن عمار متى نقول نرد الحديث ونقول هذا فين قطاع لو رجعنا الكتب طبقات المدلسين ومراتب المدلسين وجدنا في كتب الجرح والتعديل أن البخاري من المدلسين لم يقل أحد من العلماء المشاهير في الجرح والتعديل لم يتهم البخاري بالتدليس أبلا واخدت بالحضار يبقى أنا حقول مش قال هشام ابن عمار عن هشام ابن عمار وهي أداة تحتمله السماع وعدم السماع وننظر إلى حال من قال هذا هل البخاري من المدلسين إذن العنعانة عند البخاري ليست قالة نحن قلنا عليه العنعانة عند البخاري تحمل اتصال لأنه ليس من المدلسين ده باتفاق باتفاق أهل العلم